اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي مرة أخرى وربما ليست الأخيرة نتحدث عن ما يسمونه إعمارا وبناء فلاق وتحديدا عن مجسرات هل يعني صدعوا روس الناس بها وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها في الحديث عن هذا الإنجاز الكبير وكنا نقولها دائما ما قيمة هذه المجسرات بالمقارنة مع الأموال التي جاءت للعراق طوال 21 سنة من خلال فقط النفط لنحجة عن القمارق ولنحجة عن التجارة ولا نتكلم عن كل شيء ولا عن كل ثروات العراق ولا لكن من خلال فقط النفط اللي هو الرافد الوحيد لاقتصاد العراق طلما يقولون هذا هو واقع الحال تريليون ونصف تريليون دولار والدات العراق أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار والدات العراق من النفط خلال هال 21 سنة لكن ماذا فعل فيها العراق والعراق بقي مستغل وإذا برئيس وزراءة لإطار الميليشياوي إطار التنسيقي يقولون أنه بني ومجسرات وكنا نقول أنه هذه المجسرات شن قيمتها اش قد قيمتها اش قد تساوي بال اش قد تساوي مليارين عشر مليارات خمسة عشر مليار مئة مليار ماشي احنا خسرانين الف وخمسمائة مليار دولار وارداتنا إذا كانت هذه المجسرات لـ 18 مجسر اللي يتحدثون عليها قيمتها مئة مليار هم كفو انت وين وديت المبالغ الباقي مع ذلك يطلع علي أن ريس البرلمان السابق يتحدث عن هذه المجسرات يسألوا عنها فيقول هي 18 مجسر في بغداد قيمتها ثلاثة ونصف تريليون دينار ثلاثة ونصف تريليون دينار طبعا مبلغ مبالغ جدا جدا مبلغ ضاربي خمسة ما عرف بيش عشرة ضاربي مجسرات هي مجرد ما يسموه في بغداد تقاطعات أو هي تقاطعات ما نسميه فلكة وكذا حتى يصير بها ازدحام يسوي لها مجسر طريق يعبر عليها وسموها المجسرات هالجسور اللي يسويها البسيطة في منطاع الجسر في بغداد لفك الاختناقات مثل ما يقولون والاختناقات ما زالت موجودة وستبقى موجودة ازداد لأنه مدينة وصممها 3 ملايين ونصف مواطن 3 ملايين إلى 3 ملايين ونصف في أقصى احتمال الآن بيصبع 12 مليون طبعا ازدحام وثلاثة أرباع المدينة عشوائية وطرقها مخربة ومدمرة وبالتالي سيارات كثيرة ومواكب كثيرة مسؤولين فتنقطع الطرق وتنقطع المصائب وسلاح مفلوت كثير وهذه المصيبة كبيرة وبالتالي أنت أمام حالة ستستمر ستتفاقا لكن نرجع إلى 18 مجسرا في بغداد قيمتها 3.5 تريليون دينار وهذا مبلغ به فساد كبير جدا جدا لكن ليس مشكلة هنا يقول رئيس مجلس النواب السابق يقول أنه هذه تساوي هذا المبلغ 3.5 تريليون دولار تساوي ثلاثة أضعاف موازنات المحافظات كلها 18 محافظة بالعراق لأن موازنات المحافظات كلها لا تزيد عن تريليون ونصف دولار تريليون ونصف دينار كل موازنات المحافظات وفقط الـ 18 مجسرا بـ 3.5 تريليون لاحظوا الكارثة الكبيرة هذه المحافظات تحتاج طرق تحتاج مدارس تحتاج مستشفيات تحتاج خدمات تحتاج كل شيء بناء تعمير نهوض مصانع معامل ما عرف شي تحتاج كل شيء أراضي زراعية يعني يعادل إلى الحياة زراعة ري ما عرف كل هذا كل المدن كل وارداتها كل موازناتها لا تزيد عن تريليون ونصف تريليون دينار عراقي كل موازناتها موازناتها 2024 وهذه المجسرات المجسرات الوثمان موازنة ثلاثة تريليون ونصف دينار أعلى من موازنة المحافظات ثلاثة مرات طيب لماذا وهذا التخطيط وهذا الفهم وهذه الإدارة وهذه الحياة يعني هو من البداية كان يجب أن تسألوا النفسكم أنه بغداد لماذا تغرق بالناس لماذا يزداد عليها الضغط والحجرة إليها وشو نتعاجون هذا الموضوع صاركم 21 سنة الحجرة إلى بغداد بسبب سوق مفتوح بسبب البطالة بسبب الزراعة انتهت بسبب صناعة ماكو عمل ماكو فرص عمل ماكو عاطلين عمل فيضطرون حجرة إلى بغداد لأنه بغداد مدينة فيها فيها يعني سوق سوق مفتوحة وقدرة شرائية عالية 17 مليون من 15 إلى 17 مليون مواطن عراقي يسكنون بغداد عشوائيات للترباحة المدينة في الغد تالي الكل يتجون إليها بلش يلقى لفرصة عمل لأن الفرصة العمل ماكو موجودة أنت عندك موظفين 8 ملايين معرفش قيد 12 مليون مع المتقاعدين مع المدرمين والرعاية الاجتماعية 12 مليون وحد تطيهم الدولة راتب يساوي 82 مليا أكثر من 82 مليار دولار سنويا ومتوارداتك في أعلى الاحتمالات 130 مليار فأنت أمام مصيبة كبيرة لا تقدر تعين الناس وإذا عينتهم مصيبة لأنه ما راح يبقى لك فلوس اش تبوكس اش تسرق اش تفسد بيش ما تقدر اش تنطي اليران بالتالي أنت أمام كارثة كبيرة التعينات وين وين يروحون يروحون للميليشيات الميليشيات هم شبعات ابتد هم يتحدثون عن 240 ألف مقاتل ردنا هم يقولون وهميين ما عرف منه فضائيين منع العقبة هذا الموضوع بس هم يقولون هي شي جيش وما أدري من قوى أمنية وما أدري إيش مليون ونص واحد وانت بلد مخترق من كل الجهات هش يسوي بالمليون ونص جندي وشرطي ورجل أمن وانت ما قادر تحمي حدودك حدودك مفتوحة سداح مداح والمخدرات ماليتها والأسلحة ماليتها والمهربين والتهريب كلها ماليت ومفتوحة لا سيادة ولا اقتصاد ولا كل شي فبالتالي انت أمام كارثة كبيرة هذا الفساد فبنتحدثونا عن بيع السكة الحديد بـ 18 مليار دولار بيع ميناء الفاو وبيع أعراضي ما عرف منه سيطرة على أعراضي سريقات كبيرة وهم مشلبينا قالوا سريقة القرن وحجة سريقة القرن يابش قد السريقة 2.5 مليار دولار ما عمي يدعو ما يدعو ما يدعو 2.5 مليار دولار وانحنا المبيوغ من عندنا 1500 مليار وامام هذه السريقات 18 مليار لم يدعو السكة الحديدية ولمعرف ما يدعو ما يدعو بالأراضي وما عرف ما يدعو ما يدعو ما يدعو ونهبت قضية كبيرة جدا جدا حتى السجناء بالسجون ما خلصة من عندكم تبيعوهم وتشتروهم كل هذا فساد وبالتالي نجي على المجسرات نرجع مرة أخرى 18 مجسر موازناتها 3 مرات أضعف موازنات كل المحافظات العراقية 18 محافظة العراقية كيف يمكن أن يقبل هذا كيف يمكن أن تبني دولة بهذا الفكر بهذه الإدارة بهذه الرؤية يعني تقشمرون العالم يقولون أنتو تبنون بنات وانتو لا بدن لا يمكن هذه المجسرات مهما زادت 18 خلص سيرا 180 مجسر لا تعني أن نكون بنات من يبني يبني مجتمع يبني اقتصاد يبني صناعة يبني زراعة يبني عزة يبني استقلال يبني سيادة هكذا البناء يحافظ على أهله وانتناسه وثقافته وتعليمه وصحته وخدماته هذا اللي ينهض بالبلد مو تنهضوا بالبلد مجسرات ويقولون نحن دنبني وهذا اللي سواهنا بن حمولة وجاينا مدرمين وعاشويا نوكل خبزة المدرشين وحصار كلام معيب وصغير بقدر صغر عقول من يتحدثون عنهم على الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة